حولت الحرائق المستعرة في بانتنال البرازيلية هذا المعقل البارز للتنوع الحيوي إلى بؤرة خراب تطغى فيها رائحة الشجر المحترق وألسنة اللهب على المشهد في منطقة تعرف بغناها الكبير بالثروة النباتية والحيوانية وتشهد المنطقة أسوأ جفاف منذ 47 عاما ما تسبب في جفاف الكثير من المجار المائية وعادة ما تشهد المنطقة حرائق في مثل هذه الفترة من السنة إلا أن حرائق الموسم الحالي خرجت عن السيطرة تماما وقد أتت النيران منذ مطلع العام الجاري على ما يقرب من 23500 كم مربع أي حوال 12% من المنطقة الراطبة الأكبر في العالم والتي تمتد أيضا على أجزاء من باراكوي وبوليذيا وتنجم هذه الحرائق غير المسبوقة قبل أي شيء عن الجفاف الاستثنائي إذ لم تتخطى كمية المتساقطات المسجلة بين كانون الثاني يناير وإيار مايو نصف المعدل السنوي كما أن مناطق كثيرة لم تطلها السيول كما الحال في العادة